السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالي في الجزء الأول من الفصل الخامس المسمى بالسراميك ماتيريال سنتناول الخطوط العريضة لهذا الفصل يبدأ الفصل بتعريف ما هي السراميك ماتيريال ثم التطبيقات الخاصة بالسراميك ماتيريال في كافة المجالات ثم الخواص الخاصة بهذه النوعية من المواد ثم طرق تصنيع هذه المواد ونتناول أيضا عائلة من عائلات السراميك ألا وهي المواد الحرارية بالحقيقة تعريف السراميك ماتيريال هي عبارة عن سراميك سراميك ماتيريال وهي أيضا تكون بريتل أي مواد هاشة أي أن الدكتيلة فيها قليلة جدا وعادة ما تكون هذه المواد كاربايدز أي كاربيدات أو أكاسيد أو نيتريدات أو بورايدز ترجمة نانسي قنقر